مرحبا برج الجدي اهلا فيك في قراءتك العامة الشمس اتضحت عندك الامور بينك وبين نفسك صرت تعارف مو هي الطاقة اللي طالع منها هذا الكرت سقط كرت الفول المشاغب المخاطر المستعد يقفز من اعلى التلة وهذه ايضا الكرت رقم صفر البدايات الجديدة ولكن اشوفه هني طريقة التصرف بلا هدف او التصرف اللي عفوي بزيادة تتصرف بدون ما تحسب حساب خصوصا لما يكونوا الاشخاص اللي انت قاعدت تتعامل معهم جدا حساسين وجدا صارمين يحسبون لكل خطوة حساب انت تتصرف شوية بعشوائية ولكن الحمد لله انت خارج من هذه الطاقة ما هي طاقة المستقبل طاقة المستقبل ثلاثة السيوف طاقة اللي راح تحتاجها اربعة الاخصان اهني انكشفتلك امور نعم يا برج الجديد ولكن محتاج مش دائما نقول النية مش دائما تكون مقام العمل عند الله هي في مقام العمل ولكن عند البشر حسابك معاهم يختلف كأنما هني انت نويت انت تسوي شي نيتك كانت خير ونيتك طيبة في مجال العمل في مشروعك ولكن اشوف كأنما هني الاخرين سيفسرونها تفسير خاطئ فكون حذر لازم انت تكون واثق وين تضع خطواتك وكل خطوة شون السبب وراها وراح تأثر على من عشان ايضا ما حد يقدر يتصيد عليك اي اخطاء النتيجة ملك الاكواب شخص عارف نفسه واثق طبعا الملك هي طاقة نضوج لما تصل الى مستوى الملك معناته انك متأكد وواثق وايضا تكشف النوايا بهاي الطاقة رح تستطيع انك خلال هذا الشهر تكشف نوايا الاشخاص اللي حولك خصوصا في مجال العمل مجال التجارة رح اوضح الحين الكرتات عشان تكتمل عندنا القراءة الشمس الخماسي الصغير اما انه ستأتيك اخبار انزين اشوف اهني اوضاعك المالية في تحسن مستمر وان كان بطيء مش سريع ولكن وجد اربع الاخصان هني يقولك ان هذا التحسن او النمو يعتمد عليه افضل من ان تقوم بخطوات كبيرة ماديا او حتى في الحياة العملية وبعدين انت ما تقدر نفسك تتأقلم لا تنسى عندنا ملك الاكواب طاقة التأقلم فهذه هي الرسالة لك نعم خطواتك الصغيرة ولكن الثابتة هي الطريق الصحيح لك خلال هذا الشهر حتى ان كان في الدراسة اذا ما شفت مثلا معدلك ونتائجك قاعدة ترتفع بشكل سريع هذا ليس مؤشر سلبي بالعكس مؤشر جدا ايجابي ويعتمد عليه ما هو الا البداية عزيزي لتحقيق الاساس او النتيجة اللي تطمح فيها من اجل نفسك خلا نوضح كرت المشاغب او الاحمق لما اقول احمق معناته هذا الشخص مستعد ان يقفز من اعلى التلة معناته اشوف ان طاقته شوي سلبية لما اقول انه مشاغب او مخاطر معناته اشوف الجانب الايجابي من الكرت هذا تمبرنز بالضبط لازم توازن ما بين القلب والعقل لازم توازن قراراتك تصرفاتك اهني يقول لك فكر قبل ما تتكلم فكر قبل ما تتصرف وان كانت نياتك طيبة مثل ما قلت لك يا برج الجديد في اخرين كأنما يتصيدون عليك الزلة او سيسيئون تفسير تصرفاتك في الفترة القادمة احتمال هني اشوف ايضا عندك حسد يحسدونك برج الجديد هو من الابراج اللي دائما يكون متوجه نحو تحقيق الاستقرار المادي لنفسه وللاشخاص اللي يحبهم في هذا الكرت قاعدة اشوف الاشخاص اللي يحبهم انت تصرف بدافع من اجل ان تحقيق لهم هاي الرخاء المادي انزين فهني يقول لك او حتى تبهر مثلا لو كان دراسة فمعناته تريد ان تبهر او ترضي عنك الاهل والعائلة هني وازن قراراتك خلا نشوف من هؤلاء الاشخاص اللي يتصيدون عليك او يحاولون هم في حقيقة نفسهم يحسدونك او كي ممكن اشخاص يكونون عندنا هني برج القوس الابراج النارية واضحة طاقتهم كرتين يخصون برج الاسد عندنا هني برج القوس ممكن ايضا نكون حمل ممكن ايضا انك تتعامل مع برج هوائي هني او كي خلا نوضح اربعة الاخصان شفت هذا الشخص وشلون قعد يروض الاسد اشوفهم هني اشخاص يريدون ان يفرضون سيطرتهم عليك يملكون عليك شيء تكون انت دائما محتاج لهم بسبب ان مسكوا عليك شيء في محيط العمل يتصرفون ان اهم قاعدين يساعدونك ولكن يدخلونك في متاهة يدخلونك في مشكلة عشان اهم يطلعونك منها لو كان مثلا في محيط الدراسة هؤلاء الاشخاص يعطونك الاجوبة او يهمونك باجوبة خاطئة عشان بعدين تريد تحتاج لهم يدخلونك في نوع من الدوامة يريدونك دائما ان تكون محتاج لهم احنا نعرف برج الجدي من الابراج الاكثر الاستقلالية اللي بالعكس الناس يعتمدون عليهم هم لا يعتمدون على الاخرين انزين نوضح اربع الاخصان عشرة السيوف كأنما هذا الكرت قاعد يقولي ان انت منتبه في محيطك العملي حتى اذا كان عندك مثلا بزنس انت مريت بالكثير من الصدمات الخبرات التجارب انت هالوقت اللي برج الجدي فيه كان غير ناضج وغير واعي انت جدا واعي وان كنت تتصرف بشكل عفوي لكن انت جدا واعي عندك الخبرة اللي تحتاجها ملكة الحكمة التجارب المؤلمة هنيئة هي اللي خليتك تصل او ستصل الى مستوى ملك الاكواب طاقة الملك ليست ليست بالشيء الهيئ ليست بالشيء الهيئ ليش؟ خصوصا هني لما يكون الملك ذكي عاطفيا الماء ايضا يرمز الى الذكاء العاطفي لما يكون فيه اشخاص اعرف ان يضمرون لي شرا ولكن استطيع ان اتعامل معهم لان هذا هو الشيء ذكي استطيع اتعامل معهم على اساس اني ما اعرف نيتهم اتجاهل نعم يا برج الجديد التجاهل هو الحل الافضل لك من اجل ان تأمن شرهم وفي نفس الوقت تتحقق لنفسك هذا النمو اشوفه هنا جدا جميل نمو مادي ولكن جدا ثابت بشكل يومي بشكل شهري بشكل سنوان هاي النوع من التطورات المادية اللي رح تأتيك في الطريق ما تتوقف وما تنقطع تكون صغيرة ولكن ثابتة نوضح اخر كرت ملك الاكواب عشرة الاخصان كلها نهايات كلها نهايات عشرة الاخصان معناتها راح هنا شوف مو قلت لك اني راح تكشف نواياهم لفترة ما انت كنت كأنما تلوم نفسك في وضع عندك في العمل في وضع عندك مادي قاعد تلوم نفسك لان التطورات فيه ليست كما يجب هذا في الماضي ولكن انت حين ستمر بمرحلة تكتشف فيها الحقيقة تكتشف هنا الحقيقة ايضا الشمس تكتشف الاشخاص على حقيقتهم تعرف فهني راح تطلع والحمد الله من طاقة اللي تلوم نفسك برج الجدي كثير التفكير لما فيه شخص يزعل منه او هو يزعل من شخص ظل يعيد ويزيد ويفكر ويفكر ما يتوقف عن التفكير وهو يسمونه دائما البرج الترابي اللي يتصرف كبرج هوائي طاقة العقل وهذا طبيعتك دائما انت اللي تحمل المسئوليات ويعتمد عليك ولكن في الفترة القادمة ستتحرر او على الاقل ستتوقف عن ان تلوم نفسك لانها ما ادري هني احسك ستدرك ان انت ما تقدر تتحكم بنوايا الاشخاص ما تقدر تتحكم فيه هني طاقة البرج الاسد هي طاقة التحكم الشخص يروض الاسد من اجل ان يتحكم فيه ما تقدر تتحكم بشخص ممكن برج هوائي ادركت انه ما تقدر تتحكم فيهم فرح تتقبلهم على طبيعتهم سواء الظاهر منهم وايضا الباطن من نياتهم طاقة جدا جميلة طاقة تقبل الواقع واضل اركز في نفسي اضل وان كنت عند الكثير من المسئوليات المادية انا عارف ان الاموال القادمة في طريقي رح تساعدني رح تأتيك مساعدة ما رح تظل تحمل هذا الحمل لفترة طويلة لوحدك رح تكون الاموال كأنما تخفف عنك هذا الحمل شيئا فشيئا العشرة هي دائما النهايات وصلنا الى رقم النطور ومستعدين الى البدايات الجميلة الجديدة رح ننتقل الى القراءة العاطفية طبعا هذه القراءة العاطفية رح تكون عامة مش مخصصة مثلا لمرتبطين او منفصلين واتمنى اني اسوي لكم ان شاء الله قراءة عاطفية مفصلة في شهر يونيو غير عن هذه رح ننظر هنا بشكل عام الى وضعك العاطفية برج الجدي هل هو كما وضعك العملي فيه نمو فيه تطور فيه تقبل وانكشاف الحقائق او الكرت العالم اما انت او الشريك هذا الشريك ما يرغب بالرحيل عنك ولا انت حتى ولكن فيه رغبة هني للسفر رغبة قوية طبعا كرت العالم يتكلم دائما عن ان احنا نخدم مرحلة معينة بنجاح وفيه اربعة الابراج الرئيسية برج الثور برج الاسد برج العقرب رمزهني النسر ولكن هذا هو برج العقرب وهذا برج الدلو احتمال انك تتعامل مع شخص من احد الابراج الرئيسية اللي بعدها عشرة السيوف شريكك مش انه استسلم او انه متمسك يحتاج الى مثل العطلة عطلة يفكر فيها عطلة مخطط انه يبتعد من اجل ان شوي يرتاح او يكتشف انزل كأنما لان اشوفه هني هذا الشخص حاول ان يتفهم معك يتواصل معك ولكن ما وصلت الى نقطة التقاء في وجهات النظر ثلاثة السيوف مرة اخرى في مصاعب في طرف ثالث من جانبك او من جانبه هو اللي مسبب هذا ال الالم او هذا النوع من النهاية فما بقولك هني نهاية لان اختم مرحلة معينة نختم مرحلة الالم وعدم التفاهم مش معناه ان ما في طريق لك في المستقبل مع هذا الشخص ملك الارض هذه هي طاقتك اشوفك هني كأنما عندك شوي نوع من هو لافقة ولا انه حتى تمني عندك احساس داخلي قوي اذا كان موجود هو صحيح اذا ما كان موجود فانتبه لهذا الاحساس عندك احساس ان هذا الشخص مهما ابتعد مهما انفصلته مهما انهى الموضوع بسبب مش قادر يتحمل مصاعب العلاقة ولكن سيرجعلك في شخص دائما مهما ابتعد في رحلته وانتقل الى بلدان عديدة انت على باله مجرد يريد شوي ان يأخذ متنفس خلا نقول ورح يرجعلك وانت واثق اهني اشوفك تضحك تعرف انه بينك وبينه فيه فيه تواصل غريب عجيب انت فاهمه وهو فاهمك حتى لو ممكن فيه بينكم تواصل حالي اربع الاخصان هل قاعد تخطط للارتباط او تحاول ان تراضي اذا انت كنت الرجل فالطاقة لك انه تحاول تراضي الشريك عن طريق ان تفتح موضوع الالتزام الارتباط الزواج نفسه اذا كنت انت الجدي المرأة فاشوفه هني طاقتك الطاقة تقول لك ان هذا الشخص مهما ابتعد عندك طير عندك شخص يحب الحرية عندك شخص يحب انه انه معي يتجدد ما يظل مستقر انت هني عندك طاقة الاستقرار ابقى في مكاني انتظر الشخص هو يرجع لي هذا الشخص اشوفه مسافر او يريد مخطط انه يسافر اوكي ومشغول في نفسه حاليا ولكن اعرف انه الاساس اللي تملكه انت جدا مغري بالنسبة له انت تجذبه تجذبه وشلون تجذبه هذا الشخص عن طريق استقرارك طاقة الدفء طاقة الحنان طاقة اللي انا رح اظل موجود من اجلك وما رح اصدك يوم من الايام لان دائما ملك الارض هو الشخص المعطاء اللي ما يرفض لنا طلب اللي يعطينا الغالي والرخيص عرفت؟ فعطائك اللا محدود هو اللي رح يكون يخليك مختلف في نظر الشريك انزين؟ من اجل انه في النهاية دائما رح يرجع لك كأنما هني اشوف الطاقة برجال جديش قلتلك انت اللي تتحمل العب عندما يفشل الاخرون في حملة فهني لما هذا الشخص الغريب العجيب ما حد قدر يتحمله رح يكتشف هذا الشيء طريقته الخاصة ما حد يقدر يتحمله غيرك انت رح في النهاية يتذكرك تجي على باله ويرجع لك رح احين نوضح الكرتات هذا الكرت الامبراطورة ممكن انك تتعامل مع ميزان هذا الشخص دائما يبحث عن فرص افضل اللي تتعامل معه شريكك دائما مش فقط يبحث عن فرص افضل دائما يعتقد ان عندما يرحل رح يلاقي شخص افضل علاقة افضل زواج افضل عطاء افضل على الجانب الاخر و لكن رح يتعلم او يعرف الحقيقة بالطريقة المؤلمة هذا الكرت اضا انقلب فارس فارس الارض كأنما اوكي ايضا هي الطاقة اشوفها تختلف باختلاف الجنس اذا انت الجدي المرأة فالشريك رح يكون مستحي من تصرفات الماضية معاك السابقة و رح شوي شوي يحاول ان يتقرب منك بحذر من دون ان تحس حتى بخطوات اتجاهك اذا انت كنت الجدي الرجل فكأنما انت هني احس ان شريكك هو اللي وضع رجلة على الارض و قال لك اذا الامور ما رح تمشي حسب تقديري حسب مزاجي حسب اللي مفروض ما ادرش لون هذا الشخص يريد ان تمشي الامور بطريقة الخاصة اذا الامور ما رح تمشي بطريقة الخاصة لان انت يا برج الجدي نعم تملك الكثير و عندك استقرار ولكن ما تعطيني كفاية وقت جهد ما تعطيني كفاية اما تصير الامور حسب مزاجي اما اني هذا الشخص يقولك رح ابتعد خلنا نشوف ثلاثة سيور عشرة الاكواب اشوف ان اللي بينكم زعل زعل و مختلفين على حقيقة المشاعر اللي بينكم الاكواب هي طاقة المشاعر اهني لما اشوف الاكواب مصفوفين كلهم فوق معناته مسمى العلاقة عندكم اختلاف على اجراءات العلاقة حتى يعني لو كنتوا حتى متزوجين تختلفون على اشياء تفاصيل خصوصا شريكك يدقق فيها وهذا تكون سبب الزعل والانفصال والمشاكل مثلا اذا انتوا في علاقة هذا الشخص ياخذ كلامك بحذافيره لو قلت له مثلا احنا اصدقاء يزعل ممكن ايضا العكس هذا الشخص وهو اللي يقولك احنا اصدقاء انا لا اريد الارتباط انا اريد ان ارحل اصافر اعكس الطاقة ولكن هنا اشوف مسمى تختلفون على شلون تسمون الاشياء شنو نوعية العلاقة شنو نوعية عطائك انت له او عطائه حتى هو لك اذا كان هو الرجل خلا نشوف كارت ملك الارض الكوب الاول هذا الشخص يشوف ان انت مثل ما قلت لك عندك القدرة على العطاء ناضج تملك الاموال ملك الارض عندك الاستقرار وتقدر تعطيه ولكن ما يحس ان انت انت هنا قاعد تعطيه حب مشاعر هذا الشخص يقولك المشاعر ما اقدر امسكها في يدي طاقة الماء ما تنمسك في اليد ابي شي ثابت مستقر ابي كلمة ابي وعد ابي انك فعلا تتقدم لخطبتي ابي تثبت لي ان انت تحبني بطريقة جادة نتزوج نرتبط تبتدي اتسوي الامور او ترتب حياتك على حسب احنا شلون نتفق تعاملني كشريكة ما تخبي عني الامور تشركني في حياتك احنا نتكلم عن الشراكة نفسها اشلون قاعدة تصير هذا هو سبب الاختلاف ولكن من اللي ما قلت لك هذا الشخص احس انه مهما بتعدت عن بعض في النهاية بينكم طريق وان كان في المستقبل اخر كرت هذا الكرت سقط هذا الكرت طبعا بدون اسم هنا تقريبا صورته تشابه صورة طاقة السولميت توأم الروح ولكن العدد الطيور اللي موجود فوق سبعة سبعة هو رقم الانتظار مثل ما قلت لك بينكم طريق في المستقبل بينكم قصتكم هنا لم تنتهي لم تنتهي لم تصلوا الى خاتمة القصة او الحكاية ابدا توكم في بداية الطريق اشوف انه بسرعة يعني ابتدت علاقتكم بسرعة انجذبتوا لبعض ولكن من دخلتوا في العلاقة بسرعة ايضا تكركبت الامور صار في اختلافات كثيرة بينكم على شلون تمشي العلاقة بينكم واحد مثلا يقول له الثاني انت ما تتصلي كفاية انت ما تحتمك كفاية انت ما حسك جاد معاي كفاية انت جاد في الحياة جاد في الاموال ولكن مش جاد معاي اهني في النهاية في التقاء في طريق ولكن عندنا سبعة معنات ان الامور رح تأخذ وقت عشان تمشي حسب مزاجك ومزاج الشريك قراءة جدا جميلة يا برج الجدي خلا نشوف ما هي الاقبار القادمة في طريقك مثل نتائج الفحوصات مقدم على قرض مقدم على مشروع تطلب الحصول على تأشيرة من اجل الهجرة خلا نشوف اول كات ملكة السيوف دلو ميزان جوزاء تسعة السيوف ثمانية الاكواب تسعة السيوف الخماسيين ملكة الاكواب عزيزي برج الجدي في شخص الجهة اللي قاعد تقدم عليها انسين او حتى الشخص اللي قاعد تحاول ان تحصل منه على الموافقة هو شخص ام ام ظاهرة جاف ولكن داخله انسان مخذول انسان مخذول انت اللي لازم تاخد طاقة ملك الاكواب انت اللي لازم تستوعب مع من ومع شنو قاعد تتعامل يعني مثلا لو قدمت على طلب الاستمارة نفسها طويلة الاشتراطات نفسها معقدة ولكن اذا جيت تنفذها راح تلاقي انها سهلة اذا جيت تقدمها راح تلاقي فيه تعاون راح تلاقي فيه تعاون الامور ليست كما تظن الامور اسهل مما تظن من ناحية الامور اللي تحاول ان تقدم عليها نعم فيه الكثير من الاشتراطات لدرجة انك هني قاعد تفكر في الاستسلام ما ينفع ما ينفع ما ينفع اساوي تذي ما ينفع اساوي تذي ولكن يقولك لا عليك فقط ان تبتدي تاخذ تجرب حتى على الاقل جرب جرب من اجل التسلية لا تاخذ الموضوع جد فقط جرب انك تقدم او تقبل على هذا الشيء اللي انت تريد ان تحققها اقبل عليه النتيجة راح تكون او الحل لمشكلتك الرد على طلبك راح يكون جدا اسهل مما تتصور هنا عندنا الملكة الشكاكة ننزل تعتقد ان هذا الشخص هؤلاء الجهة راح يطلبون منك الكثير نعم ولكن اثناء المعاملات نفسها راح تكتشف انه في طاقة تعاون من جهتهم وان كانوا هني شكلهم جاف في تعاون من جهتهم هني كأنه ما يملكون سمعة سيئة ولكن بالعكس لما تتعامل معاهم راح تلاقي انه في تعاون من جانبهم وفي حتى استثناءات راح يسوونها من اجلك انت معاهم بغض النظر هم شلون يتصرفون مع الناس الاخرين ولكن معاك انت بالذات راح يكون تعاملهم جدا مرن ومريح خلا تشوف ما هي الرسالة التحذيرية لك او التنبيهية خلال شهر يونيو وشهر ستة حسن الان او التنبيهية خلال شهر او التنبيهية حتى او التنبيهية خلال شهر ستطرف تكررت عندك العشرة وهي النهايات تختم مرحلة معينة بنجاح وصلنا إلى نهاية مرحلة سواء كانت صعبة أو جميلة بغض النظر وصلنا إلى ختام مثل كينك هو ملك المعادن هو تقريبا مثل هو خليط من ملكة السيوف وأيضا ملك السيوف ملك المعادن يتكلم لك عن الديسبلن الديسبلن بالعربي هو الانضباط أرمر الدرع اللي يلبسها وباوندريز الحدود أشوف أن هذه رسالة عاطفية لك أكثر من أنها عملية هؤلاء الأشخاص سوري الشريك اللي تتعامل معه شفنا إحنا من شوي أنه عنده كرت الرغبة في السفر الرغبة في أن يغير شوي من جو الاختلاف اللي بينكم عنده رغبنا يسافر من أجل عطلة أو يرحل شوية مؤقتا وجود هذا الملك هذا الملك يشابه طاقة ملكة السيوف أكثر ملك المعادن ملك عندما يقرر شيء ما يحب أنه أي أحد يقف في وجهه أو طريقة ولو جرب أحد يقف في وجهه شوف منظره جاف لو جرب أحد يقف في وجهه راح يقطع بالسيف فإن شوف شنو طاقة لك النصيحة أنت أخذ طاقة المياه طاقة الإنسيابية الامتصاص تمتص الغضب تمتص الجروح تمتص الألم من هذا الشخص تعتذر أيضا طاقة الاعتذار ولكن هذا الشخص أشوفه اللي في بالك خصوصا إذا كنتم متبعدين أو زعلانين لحد الآن يشتاق لك دائما الشخص الجاف ترى لازم تعرف أنه ما صار جافي لأنه داخله قلب جدا حنون وطيب وانخذل كثيرا ولكن هذا الشخص يفكر فيك كثيرا وانت تطري على باله ولكن لحد الآن مش مستعد للرجوع إلى العلاقة وأن يعطيك فرصة ثانية فكأنما النصيحة لك أن لا تستعجل في رجوعك خلال هذا الشهر لا تنسى أنه طلع لنا هنا من شوي فارس الأرض وهو الفارس البطيء الفارس الحذر اللي يرجع بحذر بهدوء حتى الشريك ما يحس أنه رجع لحياته هذه هي النصيحة التحذيرية لك وراح أسحب لك طاقة الحيوان اللي راح تحتاجها خلال شهر يونيوم بوترفلاي الكثير من الطاقة الهوائية بوترفلاي هنصرها الفراشة هنصرها هوائي مثل ما قلت لك النصيحة اللي تحتاجها الطاقة هي طاقة الانتقال الفراشة تمر بمراحل كثيرة مراحل كثيرة ولكن كل مرحلة ما تطول معاها وايد كأنما هني يقول لك انت لازم شوية في الوقت الحالي نعم ما تقترب من الشريك ما تقترب من الأشخاص اللي مستعدين على طول ان يسحبون السيف عليك تكون حذر حذر ولكن في نفس الوقت لازم تلهي نفسك لأن إذا ما الهيت نفسك أمور ثانية راح أظل تفكر في هذا الشخص أشوفه جدا ممكن يكون برج هوائي هني عندنا الطاقة المائية عقرب حوت سرطان وعندنا أيضا طاقة الأبراج الهوائية ميزان جوزاء ودلو لازم أنت أيضا تشتت نفسك ليش؟ لأنه إذا طاقة حتى في التخاطر دائما تفكر فيه ما قاعد تعطي الحيز الكافي أن يتشافه ويتعافه ويكون مستعد عشان يرجع مستعد ينسى الماضي ينسى الألم ينسى عدم التفاهم اللي صار بينكم لازم تعطي حيزة وإذا كان هذا يخص معاملات رسمية فهذا الشخص قلت لك راح يساعدك خب منه الأمور اللي تحتاجها في المعاملات الرسمية خليه يتعاون معاك اسمح له ولكن لا تطيل معاه الحديث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر